أعلنت وزارة العمل عن إطلاق المرحلة الثانية من التدريبات المهنية للشباب من الجنسين بمجالات الوظائف المستقبلية كأحد المجالات الرائدة بسوق العمل وذلك في إطار المبادرة الرئاسية مهنتك مستقبلك وتتنوع البرامج التدريبية التي تقدمها الوزارة بحيث تستهدف تقديم أفضل الخدمات للشباب المصرية والاستفادة من طاقاتهم وقدراتهم ومهاراتهم وتوفير العمل اللائق لهم وضخي عمالة مدربة على أعلى مستوى في سوق العمل بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي بهدف دعم الاقتصاد الوطني والحد من ظاهرة البطالة وأشرت الوزارة إلى أن 584 شابا وفتا بقرى حياة كريمة تخرجوا من المرحلة الأولى